موسيقى مرحبا بكم عزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي رسنا اليوم يونت 6 لسن 4 اليونت 6 الدرس الرابع منوان الدرس at fun city في مدينة المرح موجودة في صفحة 80 من كتاب الطالب وصفحة 78 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك في قناة اليوتيوب الاسمي الأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الخامس الابتدائي كذلك يتم نشر هذه الحلقات عبر فيجنا على الفيسبوك الأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية إذا تقدرون تلقون من خلال هذا المعرف صفحة 80 من كتاب الطالب مكتوب على الصفحة at fun city في مدينة المرح اللي نسميها احنا مدينة الألعاب أسفلها مكتوب read about the fun city اقرأ عن مدينة المرح في هذا الدرس ان شاء الله رح نتعرف على الكلمات المتعلقة بمدينة المرح الألعاب اللي موجودة بمدينة الألعاب فهنا يقول لي read about the fun city اقرأ هذا النص عن مدينة الألعاب أو مدينة المرح شخص يتحدث يقول we went on a holiday to Arbyl ذهبنا في عطلة إلى Arbyl my favorite day was at fun city يومي المفضل في هذه العطلة طبعا كان في مدينة المرح look at all the fun rides there were انظر إلى جميع هذه الألعاب أو المركبات اللي موجودة بمدينة الألعاب can you guess the names هل يمكنك أن تخمن أسماء هذه الألعاب هنا ندي اختبر التلميذ يعرف أسماء الألعاب اللي موجودة بمدينة المرح أو مدينة الألعاب فهنا هو منطين ثلاث أسماء لثلاث ألعاب من ألعاب مدينة المرح يقول لك تعرف أسماء بقية الألعاب بعضها نعرفها وما أخذيها بدروس سابقة وبعض التلاميذ ما يعرفها فهنا سنسمي أسماء هذه الألعاب اللي موجودة بمدينة المرح فأول وحدة صورة دولاب الهوى أخذناها بدروس سابقة Big Wheel اللي هو إطار حديدي كبير أخذناها بقطعة Jake في اليونت الأول اللي هي London Eye إذا تذكروها عين لندن عبارة عن دولاب هوى كبير جدا فهنا هنا هذه اللعبة اسمها Big Wheel اللعبة الأخرى اللي موجودة بجانبها لعبة السفينة الدوارة اسمها باللغة الإنجليزية السفينة الدوارة بعدها لعبة الأرجوحة الكبيرة نسميها Super Swing الأرجوحة الخارقة أو الأرجوحة الكبيرة بعدها هذه صورة اللعبة لسيارات التصادم منطين اسمها بومبر كارز سيارات التصادم اللي بعدها موجودين بمدينة الألعاب نسميهم المهرجين اللي معناها مهرجين اللي بعدها صورة هذه الزلاقة لكن زلاقة كبيرة جدا منسميها سلايد منسميها Super Slide الزلاقة الخارقة بعدها الكارتنغ اللي هي العربات عربات التسابق اللي بعدها لعبة الميريغوراوند اللي هي دوامة الخيل أو لعبة الأحصنة كذلك من الألعاب اللي موجودة بمدينة الألعاب أو مدينة المرح هذede ما خص هذه الكلمات انه يقولvan Wer it is هل يمكنك أن تخمن اسماء هذه الألعاب بعدما كتبت أسمائهم اللي اعرفها بدروس سابقة اللي اعرفها من خلال هذة الدرس أحاول أحفظني الكلمات لأن كلمات جدا مهمة اني أحفظهم لا مثل ما رح نجي....قال رح來 نوضح بعد دقائق بعدما خلصت هذا النشاط يقول لي Can you guess the names هل يمكنك أن تخمن أسماء هذه الألعاب خمنتن النشاط اللي بعده يقوللي What can you see at FunCity ما الذي يمكنك رؤيته في مدينة الألعاب هل هذه الأسماء موجودة في مدينة الألعاب هل سنجد نشوف write yes or no اكتب yes or no إذا هذا الشيء موجود في الصورة في مدينة الألعاب أو مدينة المرح اكتب أمام yes وإذا ما موجود نكتب أمام no write the names next to the picture on page 80 واكتب الأسماء اكتب أسماء الألعاب أمام الصور اللي موجودة صفحة 80 إحنا كتبنا الأسماء نجد فقط نكتب أما yes or no إذا كانت هذه الألعاب موجودة أو لا فمثلا number one أولا rollercoaster rollercoaster قلنا معناها السفينة الدوارة الأستاذ رح يسلم هنا بداخل الصف يقول is there rollercoaster هل هناك سفينة دوارة فالتلميذ يدور بالصور فإذا كانت موجودة يكتب yes وإذا كانت ما موجودة يكتب no فهنا نلاحظ أن هذه هي rollercoaster فنكتب yes there is a rollercoaster نعم هناك سفينة دوارة بعد tunnel tunnel أخذناها بدروس سابقة أو بتحديداً باليونت الأول الدرس الأول tunnel معناها نفق is there a tunnel هل هناك نفق في هذه الصور أو في مدينة المرح دوارنا ما لقينا إذا نقول no number three هو حالها bumper cars اللي هي سيارات تصادم are there bumper cars هل هناك سيارات تصادم نعم أكون سيارات تصادم فالتلميذ يقول yes number four الأستاذ رح يسأل is there merry go round هل هناك لعبة دوامة الخيل في التلميذ يدور نعم هذه موجودة اللابة فيقول yes number five super slide is there a super slide هل هناك زلاقة خارقة أو زلاقة كبيرة نعم موجودة هذه السوبر سلايت في التلميذ يقول yes karting لعبة العربات عربات السباق is there a karting هل هناك لعبة عربات التسابق نعم موجودة فهو كاتب لي yes number seven big wheel is there a big wheel هل هناك دولاب هوى كبير نعم هناك this is the big wheel هذا هو دولاب الهوى نقول yes number eight super swing هل هناك أرجوحة خارقة أو أرجوحة كبيرة نعم هناك هذه الأرجوحة الكبيرة super swing فالإجابة yes clowns are there clowns هل هناك مهرجين نعم هؤلاء هم المهرجين نقول yes أما النقطة الأخيرة train is there a train هل هناك قطار في مدينة المرح دورت مالي قيت ذلك اكتب نوم هذا ما يخص هذا النشاط بعد ما خلصنا من ذن النشاطين شن المطلوب حفظه منهن نانا يجب حفظ كلمات مدينة المرح اللي هنا للعاب الثمانية الموجودة بالصورة للحفظ املاء زائد المعاني أحاول قدر المستطاع أحفظ ملاهن ومعانيهن ما راح نجن وضعهن فمثلا البيك ويل حاول تحفظها دولاب كبير اللي هو دولاب الهوى ميري go around دوامة الخيل اللي هي لابة الأحصنة بعد كارتنج لابة العربات سباق العربات سوبر سلايد الزلاقة الخارقة أو الكبيرة كلاونز المهرجين بومبر كارز سيارات تصادم سوبر سوينج الارجوحة الخارقة والارجوحة الكبيرة رولا كوستا السفينة الدوارة هذا ما يخص لأن الكلمات قدر المستطاع أحاول أحفظ ملاهن ومعانيها لأمهمات جدا بالانتحان التحرير بسؤال الملاهن ننتقل إلى النشاط الآخر نانا منطيني قاعدة اللي هي قاعدة الوديو لايك أخذنا بدروس سابقة الوديو لايك معناها هل تود أو هل ترغب ونحن نعرف أنه نستخدم وديو لايك للسؤال عن رغبة شخص بشي معين مثلا بالدروس السابقة إذا كنت أسأل أقول هل ترغب ببعض الصلطة هل ترغب ببعض السمك إلى آخره أما بعد الدرس فرح نستخدمها للسؤال عن رغبة شخص بالقيام بشي معين شون يعني يعني مثلا أقول هل تود الذهاب في سيارات تصادم فمعناها أن دأس الشخص عن رغبته أن يقوم بلعبة سيارات تصادم فإذن هنا نستخدمها للسؤال عن رغبة شخص بلعب لعبة معينة بالقيام بشي معين لكن هنا عندي ثلاث ملاحظات قواعدية مهمة جدا يجب أن نتبعها هنا نقسم ليها ثلاث أقسام القسم الأول to go on the والقسم الثاني to go والقسم الثالث to see شن الفرق بيناتهم هنا نقدم مجموعة من الملاحظات القواعدية المهمة جدا راح تفيدنا بسؤال قواعد لازم أعرف شوف تخلي to go on the وشوف تخلي to go وشوف تخلي to see الملاحظة الأولى نستخدم وديو لايك للسؤال عن رغبة شخص بلعب لعبة معينة من مدينة المراح نفس ما وضحنا أن نستخدم وديو لايك اللي معناها هل ترغب أنه نسأل الشخص هل يود لعب لعبة معينة قيام بشي معين ويأتي بعدها to وفعل مجرد ننتبه دائما يجي وراها to لاحظ ثلاث خيارات جاء بعدها to ثم فعل مجرد مجرد يعني ما بي لايس الشخص الثالث ولا ed ولا ing إذن الملاحظة الأولى أنه يأتي بعدها to زائد فعل مجرد مثلا would you like to go هل تود الذهاب on the bumper cars على سيارات تصادم وهكذا حيث نلاحظ هنا أنه وضعنا to بعد الوديو لايك مثل ما وضحنا يجي وراها to ثم فعل مجرد وهو الفعل gone الملاحظة الثانية هنا يجب أن نحفظ كل لعبة وما نستخدم معها ماذا نستخدم معها يعني مثلا الbumper cars والbig wheel والميري go round والسوبر سلايد والسوبر سوينغ هذن نستخدم وياها to go on the حاول تحفظ وياها هذن الألعاب نستخدم وياها to go on the كما نوضح في الجدول على حيث أننا نستخدم الفعل go on the مع الميري go round والbig wheel والbumper cars الاخر هي مثل ما نوضح بالجدول ونستخدم الفعل go to go يعني نستخدم وين مع فقط لعبة الكارتينغ اللي هي عربات السباق زينيش وقت نستخدم to see أو see الفعل c ونستخدم الفعل c مع clowns clowns المهرجين إذن نستخدم c فقط مع كلمة clowns ولا نستخدم أي فعل مع ice cream يعني مثلا إذا أردس لعن رغبة الشخص بالice cream ما أقول would you like to go ولا would you like to see بأن أستخدم أي فعل أقول would you like an ice cream أو some ice cream هل تود ببعض ice cream هذا ما يخص هذا الجدول قدر المستطاع أحفظ كل لعبة من ذن للعاب يافعلي يجو to go on the low to go low to see ليش لأنه ممكن يتجينا بالامتحان بأحدى الصيغة التالية مثلا نقول لي would you like فراغ the clowns ألتود فراغ المهرجين المهرجين شي يستخدموا إياها نرجع للجدول ونشوف هذول المهرجين نستخدم وياهم الفعل c فنلاحظ إذا خيرني to go low to see low to go on the أختار الفعل to see ثانيا would you like فراغ the bumper cars هل تود فراغ سيارات التصادم شن الفعل المناسب لهم to go low to see low to go on كذلك أرجع للجدول أعرف أن bumper cars أستخدم وياها الفعل to go on to go on the bumper cars هل تود الذهاب في سيارات التصادم والمثال الأخير would you like فراغ karting هل تود فراغ عربات السباق هنا to go low to see low to go on the إذا أجلنا بها الصغر يخيرنا بين ذلك ثلاث أفعال لازم حافظهم أعرف كل لعبة يافعل أستخدم وياها هنا karting أستخدم وياها الفعل to go to go karting الخيارات الصحيحة هي to see to go on to go هذا ما يخص هذه الملاحظات القواعدية أحاول قدر المستطاع أحفظ الجدول مويا to see low to go on low to go على موض أقدر أجاب عن هذا النوع من الأسئلة إذا جانب الامتحان بسؤال القواعد ننتقل إلى كتاب النشاط look and complete the fun city puzzle انظر وأكمل لغز مدينة المرح هنا نمنطينا كذلك كلمات متقاطعة يطلب من عندي أني أكتب إملاء الألعاب اللي أخذناها بداية الدرس إذن هنا نعتمد على حفظ أسماء الألعاب اللي موجودة بمدينة المرح فمثلا number one أولا هذه يا لعبة هذه لعبة karting عربات السباق أكتب karting فأنا إذا ما أحافظ ملاها أنا ما أقدر أجاوب هذا النشاط إذن لازم أنا أحافظ karting تكتب بهذه الطريقة بعد number two هذه يا لعبة من الألعاب اللي أخذناها في مدينة المرح لعبة Mary go round اللي هي دوامة الخيل Mary go round بعد number three ثالثا من هؤلاء هؤلاء هم المهرجين سميناهم سميناهم clowns المهرجين بعد number four هذه يا لعبة من الألعاب مدينة المرح هذه لعبة سيارات التصادم اللي هي bumper cars سيارات التصادم بعد number four هذه يا لعبة من الألعاب مدينة المرح هذه لعبة الزلاقة الكبيرة أو الزلاقة الخارقة اللي هي super slide بعد number six هذه يا لعبة من الألعاب مدينة المرح هذه لعبة الرولر كوستر اللي هي السفينة الدوارة هذا ما يخص هذا النشاط إذن اعتمدت على حفظي إملاء ألعاب مدينة المرح اللي أخذناه بداية الدرس وقلنا نجب أن نحفظه كإملاء وكمعاني نلتقل إلى تمرين بي ما هو اسم اللعبة أو المركبة المفقودة طبعا هنا أنا مأشلي هذا السطر باللون الغامض رح تطلع لي اسم لعبة بعد ما كملت ذني الألعاب رح يطلع لي هنا اسم لعبة خلنا نجي نشوف شن اللي يطلع لي Big Wheel Big Wheel اللي هو دولاب الهوى الكبير أكتب هنا Big Wheel اللي طلع لي بعد ما كملت أسماء مدينة المرح كلمة Big Wheel أكتبها بالفراغ اللي الخاص بتمرين بي ننتقل إلى تمريسي Listen Ride the Names of the Rides استمع واكتب أسماء الألعاب أو المركبات الخاصة بمدينة المرح إذن نستمع المقطع الصوتي ونكتب الأسماء طبقاً المقطع الصوتي هنا أنا داي اختبر قدرتي على أملاء هذه الكلمات إذن أعيد وأكرر أن يجب أن أحفظ أملاء الألعاب اللي موجودة بمدينة المرح لاحظنا أن لحد الآن تمرينين اعتمدنا على أملاء الألعاب الموجودة بمدينة المرح هذا التمرين الثاني يطلب من عندنا استمع المقطع الصوتي أشوف يا لأبدأ يذكرها بالمقطع الصوتي وأحاول أكتبها بالفراغات الثلاثة اللي موجودة بهذا التمرين إذن نستمع المقطع الصوتي ونعرف شين الكلمات أو الألعاب اللي رح يقولها بالمقطع الصوتي وأكتبها بهذه الفراغات ترك 87 Activity Book Unit 6 Lesson 4 Listen Write the names of the rides My brother likes a super slide best My little sister likes a merry-go-round I like the bumper cars So we went on the merry-go-round first because it's my little sister's favorite Then my brother and I went on the bumper cars twice Then our last ride was on the super slide It's very fast إذن لاحظنا من خلال المقطع الصوتي إنها شخصية تتحدث عن نفسها تتحدث عن مدينة المرح وذكر الثلاث ألعاب موجودة بمدينة المرح اللي هي super slide والbumper cars والmary-go-round كتبتهم من خلال حفظي لإملائهم إذن هذا مجرد نشاط سماعي يختبر فهمي وحفظي لإملاء هذه الكلمات ننتقل إلى تمرين D Which ride do you go on first؟ أي الألعاب التي ستذهب فيها أولا التي تود الذهاب فيها أولا فهنا التلميذ مخير أنه يكتب اللعبة اللي يحبها ومثلا أنا قلت Bumper cars السيارات التصادم أحب أن أذهب في سيارات التصادم أولا هذا ما يخص تمرين D تعتمد على رأي التلميذ ننتقل إلى تمرين E Make questions أصنع أسئلة كذلك عاد المخطط اللي أخذناه قبل دقائق اللي هو Would you like زاعدا to go on the أو to go أو to see زاعدا الألعاب اللي نستخدمها مع هذه الأفعال إذن بعد ما تكرر هذا المخطط هو مخطط مهم جدا بالامتحان التحريري أحاول أكتبه بالدفتر أحفظ كل لعبة من هذه الألعاب يا فعل استخدموا إياها to go on the low to go low to see أو مرات ما أستخدم أي فعل مثل ما بأيس كريم أو بوب كون هذا ما يخص هذا المخطط قدر المستطاع أحفظه يطلب من عندي أني أصنع أسئلة واسأل وأجب مع زميلك لأن المحادثة بين تلاميذ اثنين أو الأستاذ قد يسأل التلاميذ أو يسأل التلميذ تلميذ يقولهم Would you like to go مثلا on the big wheel هل ترغب أو هل تود الذهاب على دولاب الهوى الكبير فالتلميذ يحاول يجاوب أما yes I do أو no I don't I wait إلى آخره يسأل التلميذ آخر وتلميذ آخر أو قد يختار تلاميذ اثنين تلميذ يسأل وتلميذ الآخر يجاوب حسب الأجوبة التي أخذناها بالمخطط هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا بمجموعة من الكلمات المهمة مهمة جدا أن يحفظ ملاها ومعانيها لأن الممكن تجينا بالامتحان على شكل حروف ناقصة أو حروف مباثرة أو يجيب لصورة اللعبة ويطلب من عند النكتب ملاها وكذلك أخذنا المخطط المتعلق ببوديو لايك وشيني يجي بعده يجي بعده تو زائد فعل مجرد والفعل المجرد اللي هو go on the أو to see أو go فقط كل واحد أستخدمه مع ألعاب معينة حسب المخطط اللي شرحناه بداية الدرس واللي عادي بهذا التمرين أيضا بالإضافة إلى ذلك أخذنا شون تجينا بالامتحان وشلون نقدر نجاوب عنها فتاما شكرا لمتابعتك من الفيديو أي سؤالة أو سفسارة أو ضعفة تحبون أن تقدموها تقدرون أن تتواصلون معي على حسابات الموجودة معكم على الشاشة